هذه الحلي المصنوعة من الأصداف البحرية في المغرب تعتبر الأقدم في العالم باحثون مغاربة وأمريكيون اكتشفوا 32 قطعة من الأصداف البحرية استعملت كحلي تعود إلى ما بين 140 و150 ألف سنة في مغارة بيزمون بالقرب من الصوير على بعد 475 كيلو مترا جنوبي الرواط وإذا استعملت لماذا مثلا نقول بأن استعملت كقلادات أو أساور لأن الصدفيات التي تستعمل فيها لهذا الغرض ينبغي أن نضعها جنبا إلى جنب وبالتالي الاحتكاك فيما بينها سيحدث بعض الخدوش وبعض الآطار لأنها مهمة بالنسبة لنا لا يمكن التعرف عليها بالعلم مجرد ولكن داخل المختبر كشف النقاب عن أقدم حلي ليس كل ما في جعبة مغارة بيزمون بل كانت هناك دراسة لبقايا النباتات المتفحمة القادمة من المغارة ففي هذا الموقع استهلك الإنسان أيضا مجموعة من النباتات وحيوانات صغيرة أخرى كانت هناك دراسة لبقايا النباتات المتفحمة القادمة من مغارة بيزمون تمكننا بالضبط عن طريق الدراسة المجارية بتحديد نوعية الغيطاء النباتي التي كان يسود في هذه المرحلة وأيضا من المناخ السائد في هذه المرحلة وهو الأقدم يعني تم الكشف عن أقدم استعماء لشجارات الأركان من طرف الإنسان العاقل أو لمجموعة الإنسانية أنا أدعى لك الإنسان العاقل الذي عاش بالعصر الحجاري الواسط كان يقوم بصناعات مجموعة من الأدوات الحجارية ولكن هذه الأدوات الحجارية كانت لمهام أو لوظائف يومية يعني لصيد الحيوانات لتقطيع اللحم لتقطيع الأقصان مثلا الأشجار لكن الشيء الذي يميز هذه الأصداف البحرية هي لم تستعمل هذه الوظائف اليومية التي تستعملها الإنسان ويرى العلماء أن الاكتشاف الذي أعلن عنه لن يفيد التاريخ القديم للمغرب فحسب بل سيفيد تاريخ البشرية كلها جزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي